اشتركوا في القناة بل ومنعت من العرض لما تحتويه من مشاهد جنسية شبه صريحة واختلفت حولها الاراء وانتشرت حولها الكثير من الشائعات ناهد حسن شكري ولدت في القاهرة في 6 فبراير عام 1949 بدأت مشوارها الفني في فترة الستينات وهي لا تزال في مرحلة المراهقة وكان اول زهول لها في فيلم مهمة صحفية عام 1965 اشتركت في اواخر الستينات في ادوار صغيرة بافلام شاطئ المرح والمساجين التلاتة وفي عام 1970 قدمت احد اهم اعمالها وهو فيلم الاضواء قررت بعد ذلك السفر الى لبنان عام 1970 وقدمت العديد من الافلام المصرية اللبنانية المشتركة التي اعتمدت على المشاهد الجريئة والاغراء الصارخ اشتركت عام 1972 في بطولة الفيلم المصري اللبناني المشترك سيدة الاقمار السوداء امام الفنان الكبير حسين فهمي والفنان الراحي العادل ادهم قصة وصينايرو وحوار واخراق سامير خوري ويعد هذا الفيلم اول بطولة مطلقة لها في السينما لم يعرض فيلم سيدة الاقمار السوداء في دور العرض السينمائي في مصر لاعتراض الرقابة عليه لما يحتويه من مشاهد جنسية صارخة لا تتناسب مع طبيعة المجتمع وتم تهريبه الى مصر في شرائط فيديو كاست في عام 1974 تعرضت لحد السيارة في بيروت توفي على اثر وصديق لها وتعرض وجهها لتشوهات كبيرة جدا مما جعلها تبتعد عن السينما وتتزوج من خارج الوسط الفني وتنجب ابنتها الوحيدة في اوائل التمانينات عادت للفن بادوار بعيدة كل البعد عن الاغراء من انتجها مثل افلام البرينس ولو بعد حين والنصيب مكتوب وساعات الفزعة كما كتبت بعض الصهرات البرامج التلفزيونية كان اخر افلامها اختفاء زوجة وقررت بعده اعتزال الفني تماما وارتداء الحجاب عام 1990 ولم تظهر في الاعلام الا عند تكريمها بدولة الكويت عام 2010 وتردد انها تبرأت من اعمالها بعد ارتداءها الحجاب ودي كانت لقطتنا عن سيدة الاقمار السوداء الفنانة ناهد يسري ومشوار حياتها لو اول مرة بتشوفوا القناة ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد بشكركم للمتابعة اشتركوا في القناة